موسيقى سلام الناس الكل أتمنى أن يكون نهاركم الآن يتعذب طريقة جيدة أهلا وسهلا بكم باليوتيوب تشانيل لأمبوكسنج TN اليوم سنقوم بعمل الأمبوكسنج والريفيو والمقارنة لتليفونين الأول هو غالكسي A52 والثاني هو غالكسي A72 هذا السامسونج غالكسي A2 تليفون جديد من سامسونج سوموا 1199 دينار أما عند بيست باي تونيزي كي تلقاها بسعر أرخص من هكا ادخلوا الانستغرام بيست باي تونيزي واكتشفوا السوم حصلوا التليفون جي مع بوشيت سيليكون شغجوغ فاس شارجينك 15 وات وآخر حاجة كابل USB-C بالنسبة للسامسونج غالكسي A72 سوموا 1599 دينار وكيف كيف عند بيست باي تونيزي سوموا أرخص من هكا وفي الفيديو هذا لكي نكتشفوا هل يستهل انك تزيد 400 دينار على A72 وإلا لا وبالنسبة للبوكس كيف كيف يأتي مع بوشيت سيليكون شغجوغ فاس شارجينك 25 وات تايب سي وكابل USB-C ففورا نروحوا على بيست باي تونيزي اللي موجودة بالسفاقس واللي اي حدا بتونس بيقدر يطلب عن طريق الويب سايت تبعهم واحذروا شو كمان تقدروا انكم تفوتوا على صفحتهم على الانستغرام تبعتوا لهم ميسج تسألوا اي شيء بتكم اياه لتحصلوا على افضل الاسعار بالمناسبة في تخفيض على هذا التليفون ما تترددوه وروحوا على بيست باي تونيزي هلا الاثنو 50 والاثنو 70 يجينا بديزاين البلاستيك واتر بروف اي باي 67 على اليمين باش نلقاوا ازراء التحكم بالصوت وزر الباور على الهاتف مكان لشريحتي اتصال او شريحة ذاكرة وشريحة اتصال فقط واسفل الهاتف بلاس لكوتور ليوس بي سي و سبيكر وفزوز تليفونيت عنا ديول سبيكر معناتها بافو الفوق و بافو اللوطة نبدأ بالـ 72 جاربو في ايهاتف المتحول عمل تشريحة وفزوز تليف من نهاية الوصول وغيرتنا اوكي مانا تشريح تلك العدودة سوريك في خلف التحكم مانا حسنا عدودتها والـ A52 في الصوت نتعديو تويكا للإكران الزوز تليفونات يجو بإكران Super AMOLED 90 هرتز الـ A52 ستتفاصل 5 بوس والـ A72 أكبر شوية 6.7 بوس والزوز بـ Brightness توصل لـ 800 نيتس حصلوا إكران سريع وضاوي وفيه تشبع متاع الوين جيد جدا والـ Always On Display بيانسور موجود كالعادة وزيد عندك أمبرام ديجيتال تحت الإكران مايش أسرى حاجة جربتها نتعديو للـ Performance والحاجة الغريبة هوني انهم الزوز عندهم نفس الـ Performance مشكة مقبلة فما فرق السناء الزوز تليفونات فيهم نفس الـ Processor Snapdragon 620 اللي هو بروسسور عادي في سومهم ماهوش أقوى حاجة مع 8 جيجا درام و 128 جيجا ستوكاج هيك عليش اخذيه النفس score في منصة الأنطو بنشمارك 344000 الملخص الزوز بشيعطيه اكتجابة مميزة في الاستعمال اليومي مع الـ Android 11 وسيركوش الـ OneY 3.1 الـ Processor هذا مقبول في الـ A52 اما ماهوش مقبول في الـ A72 على خاطر في سوم الـ A72 كنت نستنى سناب دراجون 665 جي مثلا بالنسبة للـ Gaming زوز كيف كيف الفريفاير تخدم على أعلى قاعدة دات الجولف نيتيو موبايل على الـ Very High في الجرافيك والـ FPS الباب جي HD Graphic مع FPS LV وتنجم تعمل انرجيسترمان ديكران Full HD من صوت اللعبة وبالنسبة للباتريه عندك اختلاف صغير 5000 مليو أمبيغغ في الـ A72 و 4500 مليو أمبيغغ في الـ A52 زوز يكامل لك النهار بمرتاح بناتهم ساعة استعمال ويتشارجها من 0% لـ 50% في 30 دقيقة بالنسبة للـ A72 و نفس الشاي بريسك في الـ A52 كانك تستعمل الشاخجر 25 وات اللي مايجيه كان مع الـ A72 و كانك تستعمل الشاخجر من الـ A52 تحبلك 45 دقيقة من 0% لـ 50% نتعديل الكاميرا الـ A52 فيه 4 كاميرا 64 ميجابيكسل اللي هي بيدها اللي موجودة في الـ M51 12 ميجابيكسل إلترا وايد و 5 ميجابيكسل لـ Macro و للـ Portrait وبالنسبة للـ A72 نفس الشاي جيست في عوض الكاميرا Portrait عند الكاميرا زوم 3x Optical Zoom 8 ميجابيكسل نخليكم مع التصور و قلولي هل يحطوا فرق وشني الكاميرا اللي عجبتكم خيرا موسيقى 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 بالنسبة للفيديو لديو كاميرا يوصلوا يصوروا بكاتكا بكاليتي تحفونة وعندك زادة مود ستابليزاسيون باش كي تجري الفيديو يخرج ستابل اكتر وسلو موشن و سيبر سلو موشن وبالنسبة لكاميرا تسيلفي الزوز 32 ميكا بيكسيل نخليكم مع التصور ونستنى نرايكم في التعليقات كالعب موسيقى كاميرا تسيلفي اللي في السامسونج لدينا اكتر فيديو فول هش دي 30 فبس ونستنى تقول فيديو بكاتكا 30 فبس وشو ورحكم في الكاليتين للفيديو وكاليتين لدينا الميكرو فراحة لم أشعر في فرق كبير بين التليفونين لو لم ياسين تحكى لي أنه في فرق بينهم أو لم أشعر في أي فرق بس الشاشة بالأي 72 أكبر من الشاشة بالأي 52 بلس إنه بالأي 72 الشاحن أسرع من A52 الشاحن اللي بيجي بالبوكس مع A72 هو أسرع من A52 والبطارية بA72 عم بتكون 5000 و بالA52 4500 بلس انه بالA72 الزوم للكاميرا أكتر من A52 بس الصراحة مش مستاهلة تدفعوا مصاري زيادة عشان تشتروا الA72 وكمان صر صغير أنا طلعت بالصور الغريب بالA52 كثير أحلى من صور الA72 وهذا بكون وصلنا لفقرة مميزات وعيو بالهاتف وكل عادة نبدأ بمميزات الهاتف والتي أولا هي الديزاين هوني ديزاين سنباتيك ديزاين ميزيين وكيف كيف عندك الواتر بروف IP66 معيك التليفون بتحفل ما تخافش عليه وليه حاجة به برشا في السعر هذا كيف كيف عندك سيبر امولاد 90 هرتز في الزوز تليفونات إكران التحفون وعندك كيف كيف الكليتين للتصوير ميزيين سوى في الكاميرا البرانسيبال وأهم حاجة أنه السناع عندك واللي هو اللي يخلي الفيديو بتاعك استابل كيف كيف تصوير كاتكا موجود في الكاميرا الكل سوى الكاميرا البرانسيبال وآخر حاجة الزوز تليفونات فيهم وكيف كيف الزوز يشدوا شارج بناتهم ساعة أما الزوز يكملوا لك النهار بالمرتاح نتعدي تويك العيوب الهاتف وباش نبدأهم بالعيوب المشتركة بين الزوز تليفونات واللي أولها أنه الديزاين هو الديزاين من البلاستيك موش مش مش عطيك الاحساس بالفخامة كيف كيف تليفون مش مرتاح في اليد موش مش مش يكون هايك التليفون المرتاح والخفيف في يدك كيف كيف ثاني نقطة أنه ما يعتبرش أنه عندك فاش شارجينك سوى 25 وات في 72 وإلا الكنز وات في 52 وات خلطو رئينا نحكيه على 33 وات و30 وات ونحكيه على حتى 50 و60 وات في تليفونات أخرين في نفس السعر وبالنسبة البرفورمانس والأداء اليومي صحيح أنه الواجه هي الواني واي 3.1 واللي هي واجه ميزيينة باللندويد 11 أما سنادراجون ستساق وفان نجم نقبله في الـ 52 ونجم نقبله كبروسيسور في الـ 72 على خاطر السعر الهاتف هذا هو 1600 دينار على الأقل كحقهم حطو في سنادراجون 765 على الأقل يكون كوائب أما بالنسبة لبرفورمانس في تليفون مليون وستمئة دينار من نجم نقبل البرفورمانس هيري نتوقع البرفورمانس خير وأقوى في الـ 72 وكيف كيف في الـ 70 حبيت تكون الفيديو كاتكاستابر أكثر وحبيت كيف تكون الألوان متشابهة ما بين الكاميرا الـ ultra wide والكاميرا على خاطر مثلا كتصور بالكاميرا الـ ultra wide بيش يكون مختلف ما بين الكاميرا الـ ultra wide والكاميرا من الأخر كما قالت دانيا الفرق ما بين السامسونج جالاكسي الـ 50 والـ 70 يكيد يكون معدوم بالنسبة للي ما يستحقش أنك تزيد 400 دينار بيش تأخو الـ 70 على السامسونج جالاكسي الـ 50 هذا كان الفرق والمقارنة والكيف كيف بتاع الزوز تليفونات هذه أنتو ما شنوى رأيكم قولوا في التعليقات طوطة وإن شاء الله على القريب لكيف كيف الـ unboxing والـ review لسامسونج جالاكسي A32 لا تنسوا الدعم باللايك والشير والسبسكرايب تفعل الجرس وتدبعنا سوية فيسبوك انستغرام والتيك توك وتدبع لغروف فيسبوك اللي عملنا للكم فانك لو كان عندك أي مشكلة أي سؤال على التليفونات ولا على أي حاجة تخص التاك حط السؤالة بتاعك في أميكا والناس وكل تجاوب عليك كيف كانت حاب تعرف آخر أخبار التكنولوجيا باش تلقاها على وبطبيعة الحال كانت حاب تشري أي تليفون بأحسن سعر وإلا تحب تاخد أي منتج آخر كن معليك أنك تزور الموقع باستبايو تونيزي واللي هو باستبايو تونيزي دوت كوم نشوفكم إن شاء الله بألف خير باي باي اشتركوا في القناة